تمكنت عناصر حرص الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عشرة أنفاق جديدة برفح وضبط أحد العناصر التكفرية شديد الخطورة وبندقية آلية وبندقية ضغط هواء وكمية من الطلقات وضبط 1520 قاروصة سجائر معدل التهريب عبر الأنفاق كما تم اكتشاف كمية كبيرة من العبوات المتفجرة مثبتة داخل السياج الحديدي لاستهداف قوات التأمين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني تم التعامل معها وإزالتها بنجاح كما تم التعامل مع سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع مما نتج عنه انفجار هائل يؤكد احتواءها على كميات كبيرة من المواد المتفجرة وفي نطاق الجيش الثالث الميداني تمكنت عناصر حرص الحدود من ضبط سيارة ملاكي عثر بداخلها على كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 20 كيلو جرام بنافق الشهيد أحمد حمدي كما تم ضبط كمية من نبات البنجو المخدر تزن أكثر من طنين بمنطقة الزعفرانة على ساحل خليج السويس وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرص الحدود بالتنسيق مع القوات الجوية من اكتشاف وتدمير عربتين لاند كروزر أثناء محاولتهم التهريب عبر الحدود وضبط بندقية قناصة بالخزنة وضبط 20500 قاروسة سجائر مصرطنة بمنطقة سيوة والقبض على 117 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية كما تمكنت عناصر حرص الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية من ضبط الثلاث عربات ملاكي وتسعة وخمسين فردا من جنسيات متعددة أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية بمناطق أبيقير ورشيد والبرولوس وتمكنت الدوريات الأمنية لقوات حرص الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط كمية من نبات البنجو المخدر تزين حوالي 4700 كيلو جرام وفردين مصريين عثر بحوزتهم على ثلاث بدا الغطس بمجتملاتها وجهاز الاتصال بالأقمار الصناعية وخمس وثلاثين حبة خيار بحر بمنطقة القصير وضبط عرب نقل يستقلها خمسة أفراد وبحوزتهم ثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن بمنطقة الشلاتين وضبط فردين بحوزتهم مبالغ مالية مختلفة وأجهزة هواتف محمولة بمنطقة أبو سنبل على الحدود المصرية السودانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر